عشرات المواطنين يغلقون الطريق الوطني رقم 48 هنا ببلدية كونين شمال وديسوف طلبا لتسوية قضيتهم المتعلقة بأراضي البناء نرى من العشرين سبعة ألفين واربعتاش إلى يومنا هذا روح وارجع روح وارجع هذا عليش أن نسدناها الطريق وروم يفوت حتى واحد هذه التحصيصات السكنية المفترض تخصيصها للسكانات الريفية خصصت في وقت سابق لمستثمر عقاري حتى نجينا الوالي يفضلنا المشكلة هذا رئيس الدائرة نزل إلى المحتجين وتحاور معهم موضحا هالناس عن مقارات استفادة أم استفادة دميل ألفين واثمين سقرر استفادة من نينجا وش من بلدي يسمع لي أخوان حتى تبقوا القانون هالناس مستفيدين ما تعرف أم لا ه المستفيدين أسمع أسمع الحال دلنا إجراء قانوني بأستاذهم لعوضهم في غلف وقت سبعة أشهر تمر على تخصيص هذه الأراضي لفائدة المحتجين غير أن ازدواجية التخصيص عطلت عملية البناء والكرة حاليا في مرمى السلطات